موسيقى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكي عن مكشيوف نستضيف فيها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية لنستكمل في حوارنا معه ما بدأناه في حلقة الأمس في هذه الليلة سنحاول التركيز على ملف المصالحة والملف الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بشكل عام إضافة إلى مواضيع أخرى أهلا وسهلا بك دكتور مرحبتين دكتور جرت العادة أن نأخذ فاصل قصير في بداية الحلقة ومن ثم نبدأ المكاشفة مرحبتين نشعلين فوق الغايم في القدس رغم تتاب إنك بات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين مرة أخرى أعزائي المشاهدين أرحب بكم وباسمكم جميعا بضيفنا في حلقة الليلة الدكتور محمد الشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أهلا وسهلا دكتور أهلا شكرا دكتور ملف المصالحة الفلسطينية إنجاز التعبير على المصالحة هو ملف شائك عشرات اللقاءات أو ربما مئات اللقاءات بين حركتين فتح وحماس طبعا كان هناك الانقلاب في 2007 وهو حسم سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وأصبح رهينة إنجاز التعبير لهذه الحركة في قطاع غزة جرت محاولات عديدة للمصالحة بسميها ما شئت لكن كل مرة من فشل إلى فشل ماذا يمكن أن نقول في هذا الملف؟ نقول في هذا الملف أن الأمر متعلق بالنواية الاتفاقات لا يمكن أن تنفذ إذا لم يكن هناك نواية جدية وحقيقية لتنفيذها منذ اليوم الأول للحديث عن المصالحة إحنا كنا نلمس أن النواية لم تكن جدية واليوم هناك مبادرة آخر هذه الاتفاقات جرى اتفاق في القاهرة واتفاق في الدوحة وفي مكة آخر في القاهرة واتفاق الشاطئ وكل هذه المفاصل التي صار فيها اتفاقات بصراحة لم يكن هناك نواية جدية للتنفيذ هذا جانب جانب آخر أنا شاركت في الجولة الأخيرة مع حركة حماس في الدوحة وكان أخي عزام وأخي صخر بسيسو وتحدثنا وإخواني باللجنة المركزية فوضونا وأخي سيادة الرئيس كان توجيهانا واضحة وهو أنه أن نصل إلى اتفاق لا خيار لنا لا خيار لنا إلا المصالحة ليش؟ لا حنروح على غزة على دباب إسرائيلي ولا على دباب مصرية ولا بندور على أن أهلنا في غزة يقتتلوا وذن شو ضل؟ ليس لنا خيار إلا المصالحة بالحوار بالمجمل العام إحنا وصلنا إلى اتفاق على نقطتين ووصلنا إلى خلاف على ثلاث نقاط النقطتين للاتفاق كانوا هي أن نذهب إلى انتخابات وأن يكون هناك حكومة واحدة واختلفنا إحنا وحماس على ثلاث قضايا حركة حماس لا تريد برنامج منظمة التحرير السياسي وتريد أن يتم الالتزام بالأربعين ألف موظف دفعة واحدة من كبل الحكومي وتريد للملئس التشريعي أن ينعقد وجهة نظرنا في هذا الموضوع كانت ما يلي طب لا إيش بدك الملئس التشريعي ينعقد إذا بعد ثلاث شهر أو ست شهر انت رايح على انتخابات فقالوا أنه بدنا نراجع القوانين اللي أصدرها الرئيس بمرسوم قلنا لهم يا عمي الرئيس أصدر 102 قانون بمرسوم بدك 102 شهر وانت تناقش فيهم يم تبنى نروح على انتخابات هذا واحد نمرة اثنين اقترحنا عليهم أن الحكومة بتعمل لجنة مختصة تدرس موضوع الموظفين وإحنا بنقول أنه كل الناس اللي بتشتغل لازم تكبض واللي بدوش يشتغل مش لازم يكبض ومش حنرمي ولادنا بالشارع وبالتالي بندور على صيغة نحمي حياة الناس وبندور على صيغة اللي نقدم الخير للناس ونرفع الظلم عن الناس أخيرا المبادرة الأخيرة هذا الكلام طبعا ما مشي رحنا في مبادرة أخرى من ثلاث بنود أنه راحوا بخصوص يعني ما تتركت لك بخصوص رفض برنامج منظمة التحرير رفضوا بدهم مش برنامج بيقول لك إحنا بنقبل بدولة عهدود 67 وإنه إحنا نقبل بالتزامات منظمة التحرير ولكن ما تسموهوش برنامج المنظمي طيب كيف ما نسموهوش برنامج المنظمي بكرة افرض أنك أنت كان وزير من حركة حماس افرض الاتفاقات كلها منضية باسم المنظمة افرض أنت جبت وزير الاقتصاد أو المالية أو إلى آخره من حماس افرض وبدو يروح يقعد مع الوزير الإسرائيلي عشان يجمع الضرائب كيف بدي يقول لك بديش أحكي معه وبالتالي يعني فيه أشياء لها علاقة بالواقعية السياسية وبالواقع اللي احنا بنعيشه إلا أن يتغير هذا الواقع نعم اليوم الرئيس أبو مازن قدم مبادرة وإخواني باللجنة المركزية موافقين على هذه المبادرة وإحنا ملتفين حول الرئيس في هذا الموضوع من ثلاث بنود أنه اللجنة الإدارية اللي شكلتها حماس وهي بالنسبة إلنا عبارة عن حكومة غزة بصراحة نعم هذا أمر واقع المشكلة أنه مش بس حكومة يعني كان موجود في حكومة ضل اسمها وكلاء الوزرات اللجنة الإدارية المشكلة الأكبر فيها موش لأنها لجنة إدارية لأنه تم عرضها على المجلس التشريعي وحلفوا اليمين وبالتالي هذا الكلام بالنسبة إلنا أنت عم تحكي عن حكومة في قطع غزة بكلك أسهل إشي أنه نحل اللجنة الإدارية غي حلها إنه إذا أسهل إشي تحل اللجنة الإدارية حلها بعدين أنت كهركة حماس عندك وزراء أنت مرشحهم في الحكومة الحالية مش الحكومة الحالية حكومة وفاق وطني نعم وفاق وطني بين مين وبين بين كل الفصائل يعني في ناس رشحوا ناس وإحنا بنعرف أنه حماس رشحت فلان وعلان إذن معناته أنت في عندك ناس بتمثلك بشكل أو بآخر ماشي يسدي مستقلين كلهم بس إذن أنت في عندك حضور وهذه حكومة أنت موافقة عليها خلي هاي الحكومة تمد سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية مشان نقدر نتحرك نمرة ثلاثة تعالوا نروح على انتخابات خلي الحكومة واحد أهم وظيفي لهذه الحكومة إنها تهيئ الجولة لانتخابات تعالوا نروح نحتكم إلى الشعب الفلسطيني هذه المبادرة اللي إحنا طارحينها اليوم طيب مين أقرب على حماس أبو مازن ولا طهران أبو مازن أقرب من طهران وأقرب من كل دول الإقليم إحنا شعب واحد إحنا قضية وحدي إحنا مشروع سياسي واحد الخطورة فيما يجري على غزة هو مؤامرة على غزة لذلك إحنا اللي بندور عليه إنه أن يكون لا دولي في غزة ولا دولي بدون غزة هذا المركب العضوي أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة بدونهم لن يكون هناك كيانية فلسطينية لن يكون مشروعنا منقوس إحنا مش قادرين نعمل انتخابات لا للرئاسة ولا للتشريع لأنه بدون غزة بدناش انتخابات مع أنه يعني كمان ولكن أيضا لأمتى بدها تضلها حركة حماس ما ياخد الناس رهائن وما يخطنا في البرنامج السياسي وما يخطنا في البرنامج الانتخابي إحنا مختلفين إحنا وإياكم تعالوا نحتكم إلى الشعب مش أهلنا في غزة جزء لا يتجزأ من هالكياني الفلسطيني خليهم يقولوا رأيهم بدون إياكم بالك الناس ما بدهاش فتح وما بدهاش حماس مثلا بدهاش فتح وبدهاش حماس أو العكس إحنا بنقول ربحوها مبارك عليهم يا ماهر في سنة 2007 في سنة 2006 2006 لما حماس ربحت الانتخابات أنا كنت معي ثلاث وزارات الإسكان والأشغال وكنت أسير وزارة العمل وزارة الشؤون الاجتماعية سلمت بإيدي ثلاث مفاتيح لثلاث وزارة من حركة حماس يعني إحنا قبلنا بالانتخابات قبلنا بنتائجها وأبو مازن أول واحد قبل بنتائج الانتخابات العالم ما قبلش بنتائج الانتخابات مش إحنا اللي ما قبلناش وبالتالي إحنا مستعدين نروح إلى الانتخابات يقبل هو بنتائجها وإحنا نقبل بنتائجها هذا اللي بندور عليه لذلك إحنا مبارح واليوم وبكرة وبعد بكرة بنقول لا خيار لنا إلا المصالحة لا خيار لنا إلا المصالحة بالحوار ولا خيار لنا إلا أن ننهي هذا الفصل الأسود في تاريخ شعبنا هذا الأمر يجب أن ينتهي طب دكتور ولكن على أرض الواقع وتصرفات حركة حماس لا تدل على أنه هم شكلوا لجنة لإدارة قطاع غزة منعوا الحكومة التوافق من مواصلة عملها أو العمل بأي شكل من الأشكال على الأرض هم بجمعوا ضرائب يعني دولة وهناك دولة داخل دولة أو دولة اسمها غير معلن اسمها ولكن في دولة في قطاع غزة تحكمها حركة حماس واضح في ظل هذا يعني إحنا لأي متى بننظلنا نغطي الشمس بغربال نعم شو الخيارات ما هو إحنا يا ماهر الخيار اللي بين إيدينا شو هو الخيارات المتاحة بين إيدينا محدودة جدا محدودة جدا أنه إحنا بندور بنقول شو الهدف تبعنا الهدف تبعنا هو المصالحة حاولنا بالحوار حاولنا بغير الحوار بنحاول بكل الطرق مشان نوصل إلى مصالحة المشكلة الأكبر أنه هناك جهة لا تريد المصالحة لأنها تراهن على تحالفاتها الإقليمية تراهن على تحالفاتها الإقليمية تحالفات الإقليم فلسطين أهم من التحالفات الإقليمية إحنا لا إيش موجودين حركة حماسكة كيان سياسي لا إيش موجودة مش عشان فلسطين وإحنا كذلك الحال والفصائل منظمة التحرير كذلك الحال وبالتالي إحنا اللي قاعدين من كله من أكبر واحد في فتح الرئيس أبو مازين إلى أصغر واحد فينا بندور على أن ننهي هذا الفصل الأسود لا خيار لنا غير هذا ما في عنا خيار غيره لأنه الهجم اللي علينا كبيره والمؤامرة على فلسطين مش اليوم ومبارح وأول مبارح المؤامرة على الدولة الفلسطينية في ناس بدهاش دولة فلسطينية وإحنا بنعرف هذا الكلام إذن معناتها طب إذا إحنا الناس بأبسطية الكلام بتكون لك في مؤامرة على أنه ما يكونش في دولة فلسطينية شو بردنا لازم يكون وحدتنا من أجل إقامة هذه الدولة وأنهاء الاحتلال طيب دكتور في ظل هذا اللي اتحدثت معه عنه الحكومة الفلسطينية اتخذت قرار كان له أثار سلبية حقيقة ودعني بما أنه منحكي عن المكشوف كثير من موظفي السلطة واللي التزموا بقرارات السلطة واللي التزموا بقرارات القيادة الفلسطينية في 2007 إثرى الانقلاب المشؤوم الآن اتخذ قرارات بخفض معاشاتهم وإلى آخره وكأنه نحن ندفع من الناس ما بعرف أنه هالكلامي ممكن يكون منطقة ولا أنه يعني لما ننزل من معاشات الناس 30% أو يعني هذا وكأنه ندفع من الناس شوف أنا يعني بالمجمل الرئيس في هذا الموضوع عنده رؤية اللي بيعتقد أنه ممكن هذا الكلام يسرع بالمصالحة بس ما هو ما أثر على حماس بشكل مباشر ما بيأثر على حماس بيأثر على أنصارك مظبوط مظبوط بيأثر على الجميع ومأثر على شبابنا أول ناس صحيح وإحنا بنعرف هذا الكلام وبنتلقى تلفونات منهم وبنتلقى وبنتلقى ولكن بالمجمل العام اللي صاحب القرار في هذا الموضوع عنده رؤية أنه الهدف هو أن نسرع المصالحة جربنا بالحوار جربنا بكل الأدوات جربنا بكله بنتأمل أنه هذا الموضوع يسرع المصالح هذا هو الهدف ولكن أنا بعتقد أنه حقوق الناس محفوظة بعتقد أنه حقوق الناس يجب أن تبقى محفوظة لأنه بالمجمل العام هذه حقوق هذو الموظفين اللي راتب متعاقد شرعا هذول الناس متعاقدين مع السلطة معروف راتبه قديش معروف كذا إلى آخره وبالتالي الرئيس قال اصبروا علينا شوي إن شاء الله الأمور بتصير أحسن ومننتهي من هذا الموضوع يعني نقشت الموضوع نقشت الموضوع بالنجلة المركزية وتم الحكي أنه ممكن أنه تم التراجع هل ممكن طبعا نقش نقش الموضوع والرئيس قال أنه هذا باختصار شديد إجراء مؤقت إن شاء الله أنه بنخلص من النوع بأنه حقق المصالح المرجوي طيب دكتور إذا ما ذهبنا إلى الوضع الاقتصادي الفلسطيني وبدأ أبدأ بلش بأمثلة بسيطة نعم أحد الشغلات الملفتة كانت في الأشهر الأخيرة أنه مجموعة من الشباب وأنا طرحتها في أكثر من حلقة عملوا مشروع لإنتاج أو الفطر نعم وكان في ردود فعل حتى دولية على هذا المشروع في أريحة في أريحة نعم لاحظنا أنه هم بلشوا بإنتاجهم وإلى آخره الكل ثقف لهم نعم وسفق لهذه الشباب على هذه الأفكار الرائعة لكن ببلشوا الإسرائيليين ينزلوا الفطر لا يضربوا هذا المشروع نعم بأسعار زهيدة وحتى يقضوا عليه ألا تعتقد أنه دور السلطة بمعزل عن أي اتفاق موجود دور السلطة حماية مثل هؤلاء الشباب وهذه المشاريع لنشجع غيرهم على الأقل أحد الشباب يعني ورح أعطيك مثال ثاني أحد الشباب في منطقة النبي صالح أو في منطقة رمالله عمل مشروع بقدونس كان سعر ضمة البقدونس في الحسبة ثلاثة شكل هو نزلوا بشكل ونص الإسرائيليين راحوا من خلال تجار طبعا فلسطينيين نعم نزلوا السعر لنص شكل نعم وبالتالي وكأنه ما في أفاق لأي عمل أو أي أفكار كيف إحنا ممكن نطور الأفكار ونشجعها شوف أنا يعني هذا الكلام بعرف عنه تماما وبعرف تجربة سمير خريشي والشباب اللي معه في أريحة في موضوع الفطر وإلى آخره مطل على الموضوع إحنا مطلوب منا مجموعة أشياء أولا أن نوسع القاعد الإنتاجية لإقتصادنا الوطني توسيع القاعد الإنتاجية لإقتصادنا الوطني عبر قطاعين أساسيين قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وبدو قطاع الزراعة أكثر لأنه ممكن وقطاع الزراعة لأنه إحنا فلاحين صحيح وإحنا مجتمع ريفي بالأساس وهذا الكلام معناته إنه إحنا بندور على منتوج من أجل الاستهلاك المحلي لا إيش الاستهلاك المحلي المنتوج مشان إحنا نستغني عن الاستيراد من إسرائيل صحيح ولذلك أنا في بداية حديثي في الحلقة أمس معك شو قلنا إنه إحنا بدنا السلطة تصبح سلطة مقاومة وشو المقاومة يعني مطلوب من هاي السلطة إنها تمنع الباقدونس الإسرائيلي ومطلوب من هاي السلطة إنها تمنع الفطر الإسرائيلي والمواد الموجودة مشان أحمي مشان أحمي المنتوج البطيخ البندورة تمام إذن معنات هذا الكلام إحنا مش بس هيك هدول الشباب بدهم تحمي كل دولة في العالم كل دولة في العالم عندها برامج حماية الصناعات الوليدي إذا ما حميت إذا ما حميت الصناعات الوليدي تقتلها الاستيراد صحيح فمعنات هذا الحكي إنه أنت محتاج مش انفتاح تم وكامل لأنه إحنا كمان يا أخي ماهر العلاقة الاقتصادية بيننا وبين إسرائيل هي ليست علاقة انترديبندنس مش علاقة تداخل التبعية يعني مش إنه هم يعني فيه إحنا وياهم تبعية متبادلة في تبعية فلسطينية اقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي في عدة جوانب بالعمال 128 ألف عامل فلسطيني بيشتغلوا في إسرائيل صحيح وهذا السؤال كنت بدي أسألك إياه وباجي لك عليه إحنا منستورد من إسرائيل 5 و 1 في العشرة مليار دولار في السنة ولا يسمح لنا بالتصدير إلا 750 إلى 800 مليون دولار هذا وضع مش طبيعي ليش؟ لأنه هناك علاقة استعمار كولونيالي بنى تبعية اقتصادية بقوة السلاح وأنا لا أسيطر على معابري ولا على حدودي وبالتالي هو مجتاحني مجتاحني أمنيا عسكريا ومجتاحني اقتصاديا صحيح اليوم إحنا قادرين أنا بقول إنه السلطة قادرة إنها تحمي المنتوج الوطني يعني بمعنى بنق نقى مادام في عنا بضاعة قادرة إنها يتنافس خليني أحمي هذه البضاعة وأمنع استيرادها مشان ينهض هذا المشروع ويكبر ويتوسع ليش؟ مش لأنه إحنا بندور على حل اقتصادي زي ما بدو ناتنياهو لأنه إحنا بندور على اقتصاد وطني يعزز مشروعنا السياسي والصمود والصمود حتى تحقيق ويخلق فرص عمل صحيح ويعطي دخل للمزارع وكل هذا الكلام لذلك أنا بقول إنه على السلطة ليس الفصائل السياسي أن تحمي سواء كان مشروع الفطر أو مشروع البقدونس أو مشروع البطي التمور أو مشروع البطي أو مزارع بزرع بندور كل هذا الكلام صحيح ولكن المشكلة الاقتصادية في فلسطين هي ليست نتاج سياسات اقتصادية المشكلة الاقتصادية في فلسطين هي نتاج الواقع الاحتلالي اللي احنا بنعيشه يعني خلينا اضرب لك مثل قطاع الزراعة كانت الزراعة في عام 67 مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 42% اليوم الزراعة في عام 2016 الزراعة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 4% من 42% ل 4% اسرائيل بتستعمل موضوع الزراعة من اجل توسيع الاستيطان باي شكل خلينا اقول لك باي شكل اهم اسرائيل انه ما يكون في زراعة فرح بس اقول لك كيف هو شو مسوي معدل اجور العمال في اسرائيل 235 شيكل في اليوم معدل اجور العمال في الضفة الغربية 95 شيكل في اليوم معدل اجور العمال في قطاع غزة 62 شيكل في اليوم من هو اللي بدو يشتغل عندك بتسعين شيكل ويدشتر الميتين وخمس وثلاثين او خمسمية او خمسمية اذا كان ميهني وفني وكذا فاسرائيل جاذبية سوق العمل الاسرائيلي بتشفط عمالنا على اسرائيل وهناك ايضا هذه عوامل الجذب وهناك عوامل دفع وهي انك مانع عنه المي مسيج ارضه ومانعه يزرع في المناطق المحادية للمستوطنات ومانعه يزرع في الغور وبالتالي انت بتدفش الفلاح خارج ارضه يتلقف وسوق العمل الاسرائيلي هذا الوضع وبالتالي انهار قطاع الزراعة من 42% معدل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 4% كذلك حال الصناعة نهض شوي المنطقة الصناعية في اريحة هيها عم تنهض منطقة صناعية في جنين صارها الناس 10 سنين بتحكي عنها منطقة صناعية في ترقوميا 8 سنين ونحن نحكي عنها حتى الان لم تستكمل بسبب اجراءات الاحتلال خلينا اقول لك اشيء اخر الموازنة المائية في الضفة الغربية 800 مليون متر مكعب تسرق اسرائيل من مياهنا 600 مليون متر مكعب واحنا بضللنا 120 مليون متر مكعب والباقي بروح تبخر معدل استهلاك الفرد في اسرائيل 450 متر مكعب في السنة وانا وياك استهناكنا 75 متر مكعب في السنة مش هو لانه بتحمم اكثر لانه انا ما عنديش مية اكثر وبالتالي بيت القصيد انه احنا لما منتحدث عن المية منتحدثش اسرائيل شو بدها الحل في المية بدها الحل في المية حسب الاحتياج احنا بدنا نحل في المية حسب الحكومة هاي حقوقنا المائية مش احتياجك انك انت محتاج اكثر مني لا انا بحكي عن حقوق مائية فاحنا بالمجمل العام يجب علينا ان نشجع المنتوج الوطني ويجب علينا ان نحمل منتوج الوطني ويجب علينا ان نشجع المبادرات الشبابية في المشروع الوطني وهذا الكلام بيجيبني لموضوع اخر وهو القروض والبنوك صحيح لانه كمان ستة بتقول البيض بنقلاش اللبزيت الناش نقول في ايش وبالتالي اذا معنات هذا الكلام ادك تعمل مبادرات القطاع البنقي هناك 13 مليار دولار من الودائع الموجودة في البنوك الفلسطينية ومعظم القروض 60% 70% من القروض اللي بتعطيها البنوك ساكن و سيارات هي عبارة عن قروض استهلاكية شرى شقة شرى سيارة شرى اغراض شرى كذا الاخره ليش؟ لانه البنك كمان هون دور السلطة بيجي ودور الحكومة انها توفر ضمنات للبنوك مفهم مفهم بس انا اللي بدا اقول لك اياه انه البنك بيدور على مخاطرة اقل القروض الاستهلاكية لانها قصيرة الاجل عمرها سنتين ثلاثة بالنسبة له اقل مخاطرة من انه يعطي قروض لمشاريع استثمارية عشرة سنين خمستاشر سنة لكن حتى في الدول المتقدمة دكتور في هاي دور الحكومات انها تعطيت ضمنات للبنوك في هاي قضايا خليناك دور الحكومات بتعطيش ضمنات دور الحكومات انها توجه الاستثمار ودور الحكومات انها هي تلعب دور في انه تسهل وتوجه الاستثمار عبر تسهيلات استثمارية متعلقة بالضرائب متعلقة بحانون الاستثمار وبالتالي ممكن البنك يشجع وكمان يصير فيه حوار مع البنوك انه يا عمي اعطوا قروض في هذا الاتجاه هذا البيت القصيد اللي انا بقول لك لذلك موضوع الزراعة مش بس موضوع موضوع الزراعة له علاقة بالبنوك له علاقة بالمياه له علاقة بسوق العمل الاسرائيلي له علاقة بامكانيات الناس تدفع اجور محلية وهكذا كل موضوع داخل في بعضه اقتصادنا الوطني متشابك احنا واسرائيل اسرائيل عملت ادوات سيطرة علينا احنا 95% من التيار الكهرباء اليوم بيجي من اسرائيل صحيح يعني اسرائيل بتقدر في كبسة زر تطفل كهرباء عن كل انحاء الضفة العربية ظلام دامس حتى مياهنا هي والمياه وعملت اسرائيل شبكة طرق الضفة الغربية حسب ميرون بن فنستي شو كان يقول انه الضفة الغربية قبل السبعة وستين كان فيها شارع واحد بروح من الخليل لجينين اللي اليوم بيسموه خط ستين نعم زي عظم السمكة وفي شوية التفرعات على بيتها على كبلان على المزرعة عمش عارف وين عتل عصراء عراك بورين الى اخره فيها التفرعات بيت لحم من هون ومن هون اجت اسرائيل بالسبعة وستين من السبعة وستين الى يومنا هذا عملت بهاي ويز شبكة طرق بتروح شرق غرب عظم السمكة اللي كان قبل السبعة وستين بروح من الجنوب للشمال او من الشمال للجنوب هي عملت شرق غرب ليش مشان المستوطن اللي بيطلع من تل أبيب رايح الغور مرك من سلفيت على عابر السامرة ما يحسش انه ترك ارض اسرائيل وبالتالي يحس انه هو ماشي في بلده فعملوا هاي الشبكات الطرق لتسهل على المستوطنين وشو سموها طرق التفافية التفاف على مين علي وعليك وبالتالي احنا شو حاولنا جاهدين ان نشتبك مع الطرق الالتفافية هو ما في طريق التفافي خلاك تفتح عليه طريق الا بالبعض الاماكن اللي حاولنا من هون ومن هون نعمل اختراقات نتشابك مع الطرق الالتفافية مشان ما يلتفش علي مشان اضل احاشره على نفس الطريق مشان ما يعزلنيش من الطريق وهكذا فالتجارة المي الكهرباء العمال كل هذا هي عبارة عن ادوات سيطرة يا مهر اليوم حتى اليوم في 2017 ماشي انت بتسافر على اي بلد بدك اياها تلفونك اللي بجيبتك بيجيك عليه مكالمة هاتفية بطلع على رقم التلفون 972 ليش 972 لانه هذا الكود تبع اسرائيل الكود الفلسطيني الدولي 970 970 كان لليمن الجنوبي لما توحدت اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي صار فارغ اعطونا لفلسطين عبر ال ITU International Telecommunication Union الاتحاد الدولي للاتصالات اعطوا هذا الكود لفلسطين بس مين بيسيطر على هذا الكود كل مكالمة بتطلع من فلسطين للعالم بتمر عبر الترانك الاسرائيلي يعني عبر البدالة الدولية الاسرائيلية وشبك معك نتانيا 0-9 ونابلس 0-9 وطول كرم 0-9 حيفا 0-4 وجينين 0-4 وبالتالي هو شبك شبك هو كل اللي سوى احكم علينا السيطرة الكاملة بالمي بالتلفون بالكهرباء بالطرق بالتجارة بالعمال بكله ولذلك انت لما بتحكي عن تفكيك العلاقة مع الاحتلال بدك تفكيك تدريجي مع هذا الاحتلال لذلك انا بقول انه استراتيجيتنا في الموضوع الاقتصادي يجب ان تكون الفك التدريجي الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال علينا بهيث انه احنا صرنا معتمدين على اسرائيل في كل مناح الحياة وهذا الكلام هذا الكلام خطر ليش لانه العرب بعضهم للأسف الشديد لا ي مش مدرك شو وضع الحالي وكأنه بيفكرون مطبعين مع اليهود احنا عايشين تحت احتلال الاسرائيلي مش مطبعين مع الاحتلال الاسرائيلي وبناء عليه بعض الدول العربية او بعض العرب بعض رجال الاعمال اللي هذيك المرة وزير سوداني صحيح بقول لك انه ليش ما نطبع وهم الفلسطيني مطبعين هذا يعني مع كامل احترام الى الناس مش فاهم الله وينحط يعني احنا تحت الاحتلال وبالتالي الاحتلال هذا يسيطر على كل ولكن يجب ان لا نقبل بما يفرض علينا الاحتلال لازم متأكد احنا نعيد صياغ وهنا سؤالي دكتور انه في بعض القضايا بغض النظر عن الاتفاقية باريس الاقتصادية في بعض القضايا وخلينا نحكي بموضوع الفطر يعني كمثال ناخده لانه موضوع يا اخي بمنع الفطر الاسرائيلي حتى اشجع هذول الشباب وقول الاتفاق اللي عن ابو هيك اتفاق يا ماهر انت عم تسوي يعني انا بده ازغر المواضيع ايوه انت بدك تروح التفاصيل عشان توضح بالزبط انا بدي اروح لك من التفاصيل مشان افرجيك الصورة الكلية خلينا احكي لك شغل شوف هاي السلطة في حلقتنا مبارح شو كلنا احنا انه هاي السلطة انتقالية السلطة عمليا شو بتدير السلطة عمليا بتدير المواطنين والضرائب في غيره احنا بندير الناس احنا لا ندير مصادرنا الطبيعية يعني لا ندير الارض ولا ندير يعني سلطة غير مكتملة ما زالت ولا ندير معابرنا بالمعنى لا نسيطر على معابرنا لا نسيطر على ارضنا لا نسيطر على ماءنا لا نسيطر على اقتصادنا وبالتالي المسافي بين ادارة الناس وادارة الموارد في فجوة كبيرة السلطة مفروض انه هاي الفجوة بين ادارة الناس وادارة الموارد انه الدول المانحة ساعدنا مشان نغطي الفجوة ساعدونا خمس سنين هل المانحين بيقول لك طب لا امتى بنظل نساعدكم ولذلك السنة والعام الماضي من اسوأ السنوات من اقل السنوات اللي قدم فيها مساعدات للشعب الفلسطيني لا يمكن لهذه السلطة ان تستمر بهذا الشكل اللي هي معزولة عن امكانياتها كيف ننعيش الناس كيف الناس بدهم يعيشوا اذا انا لا اسيطر على 62% من مساحة الضفة الغربية ولا اسيطر على المي ولا اسيطر على المعابر ولا اسيطر على التجارة رايحة وتجارة جاي والى اخره ولا اسيطر على البضائع المهربة المستوطنين وكذا والى اخره واحنا صرنا مكبني فايا هو المعابر يعني الجسور اذا معنات هذا الحكي هذا الوضع لا يمكن له ان يستمر لانه الفجوة الفجوة كل ما اموال المانحين قلت كل ما زادت الفجوة هاي المشكلة الكبيرة لذلك موضوع الفطر وغيره وكذا وإلى خيره يأتي في أنه هون لا نسيطر على هون لا نسيطر على المعابر اللي بتجيب الفطر الإسرائيلي مشان يضرب الفطر الفلسطيني لا نسيطر عليه ولكن احنا قادرين بنسيطرش على المعبر بس قادرين نسيطر على مداخل المدن قادرين نعمل حالي شعبي لما أنا فاهم شو بتحكي قادرين نعمل حالي وطنية وشعبية نعمل ثقافي لازم نعمل مقاطعة لازم نعمل ثقافي إنه ما نشتري إلا بضاعتنا لازم نعمل من شعبنا إحنا لا نلبس إلا من ما نصنع كما تفضلت بالحلقة الماضي إنه تقودها السلطة يعني يجب أن تكون السلطة لأنها هي اللي عندها الأدوات والإمكانيات مش تنظيمات ومش الناس الناس في النهاية ممكن تلتزم يوم يومين شهر شهرين بس إذا شافت إنه الأمور والأسواق مليئة شو فيه بديل ممكن نغيره وهون بيجي دور السلطة واللي بعتقد إنها ملزمة بإيجاد هذا البديل لحماية وتمكين الناس من الصمود بدون شر دكتور ديس الموضوع الثاني أنت ذكرت في بحر الحلقة إنه هناك 128 ألف عامل يعملوا في إسرائيل وهذا بيقود إلى سؤال تاني السلطة بعتقد بتصرف 250 مليون دولار شهرياً في السوق الفلسطيني المئة وثمانية وعشرين ألف عامل وعم بزيدوا بدخل من إسرائيل تقريباً أكثر من هذا المبلغ بكثير بكثير شهرياً لا مش شهرياً يعني طيب يعني 128 ألف إذا بنحسبها باليوم عشرة مليون 300 مليون خلينا نقول بس 300 مليون بالشهر وبالتالي أصبح أحد المصادر للدخل هو سوق العمل الإسرائيلي وإسرائيل لاحظنا إحنا في السنة الأخيرة حتى لما صار عمليات إسرائيل ما وقفت العمل ظل العمال مستمرين وبالتالي على ما يبدو أنه هذا مرتبط أيضاً بتفريغ الأرض بتفريغ أنا ما بحكي للناس ما يرحواش يشتغلوا يعني لازم يبحث عن المصدرزك ولكن بما أنه ما في بدائل ولكن على الأقل إسرائيل بتفكيرها هي ضربت أكثر من عصفور العامل الفلسطيني مؤهل أكثر من غيره وعن تجربة الإسرائيليين لما جابوا عمال من تايلاند وغيرها أقل مشاكل اجتماعية وفي نفس الوقت بدل ما يشتغل بأرضه بيجي بشتغل عنا وإحنا من سيطر على الأرض نظبط شوف البيت القصيد في الموضوع العمال زي ما شرحنا فيه عناصر جذب وفيه عناصر دفع عناصر جذب اللي هي جاذبية سوق العمل الإسرائيلي والأجور المرتفعة وغيره وكذا وإلى آخره وعناصر الدفع هي تفريغ الأرض من الناس ودفعهم خارج أراضيهم هذا جانب جانب آخر المشكلة وين بتوقع المشكلة بتوقع بين أنك أنت لأنك لا تسيطر على مقدراتك أنت عمليا غير قادر اقتصادنا الوطني بشكله الحالي بأزمته الحالية غير قادر على أن يخلق فرص عمل مش بس لل128 ألف عامل غير قادر على أن يخلق فرص عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل وهم بالآلاف بعشرات الآلاف سنوية خلينا أقول لك نسبة البطالة في الضفة الغربية 24% نسبة البطالة في قطاع غزة 39% يعني أنت أرقامك متفائلة مع أنه الأرقام ممكن لا لا خلينا أقول لك لا لا هذه الأرقام مش متفائلة هي أرقام مركز الإحصاء ولكن ولكن أنت بعرف بدك الدراما خلينا أعطيك الدراما لا لا بد الحقيقة ما هي الحقيقة ما هي الحقيقة فيها الدراما أقول لك وين الدراما في البطالة الدراما في البطالة أنه في الفئة العمرية بين 19 و 29 هذا اللي كنت شفت أنا 54% من الشباب عطلين عن العمل ومعظمهم خريجين جامعات يعني اليوم أنت إذا بتروح على جينين تدور على عامل زراعي بتلاقيش لأنه بشتغل في إسرائيل بس دور على خريج جامعة بتلاقي 200 صحيح مثلا يعني لأنه المشكلة أنه الاقتصاد الوطني فيه خلل في التركيبة فيه خلل في التركيب والهيكل الاقتصادي لأنه إسرائيل دمرت الهيكل الاقتصادي الفلسطيني وشوهته وخلقت منه كيان مكمل لحاجات اقتصادها وبالتالي لما أنت إسرائيل بتأخذ 128 ألف عامل ليش؟ لأنه هدول شو بشتغلوا؟ عمالنا في إسرائيل اللي إحنا بنحيي كل قطرة عركة بتنزل منهم لأنه هدول بيجاهد من أجل أنه يطعم ولاده شو بشتغل؟ بشتغلوا في البنى بشتغل في الزراعة بشتغل في القطاعات اللي الإسرائيلي بشتغلهاش وبالتالي أنت بترقي الإسرائيلي على سلم الوظائف لأنه في حدا قادر يحل محله شو الميزة الأساسية للعمال الفلسطينية؟ إنه إتس كوميوتينج ليبر إنه هذا العامل بنى مش في إسرائيل إلا قليل منه هدول بروحوا بيجي كل يوم التايلندي كان بينام والصيني بينام وبالتالي خلق له مشاكل للإسرائيلي مشاكل اجتماعية بكل ما يعني الكلمة من نوعنا العمال الفلسطينية ليست عمالة مهاجرة بالمعنى العمالة التركية مثلا في ألمانيا أو العمال في نفس اليوم بروح برجع شمال إفريقيا في فرنسا أو غيره وكذا وإلى آخره ناس شو المسافة بين قلقيلي وكفار سابة؟ سبعة كيلومتر وهكذا المشكلة الأكبر إنه في واحد وعشرين ألف اشتغلوا في المستوطنات وكمان الاقتصاد الفلسطيني والسلطة عاجزة إنها تخلق فرص عمل له دول الناس لكن أنا اللي بقوله إنه يجب أن يكون هناك فيه برنامج جدي وحقيقي مشان إنك تستوعب هاي الناس تستوعب يمكن بالتدريج كل يوم ينعمل مصنع ينعمل مزرعة ينعمل وفيه راس مال والبنوك أنا ذكرت لك إنه فيه 13 مليار دولار حجم الوداع في البنوك ولكن بحاجة لتخطيط جيد بدها تخطيط وبدها رؤية قوانين ورؤية ولكن خليني أقول لك الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين شي والدخل القومي بفلسطين شي تاني إحنا من وين عايشين الناس جزء من الناس بشتغل في السلطة وعددهم 172 ألف موظف وجزء آخر بشتغل في الكطاع الخاص وجزء ثالث بشتغل في المؤسسات الدولية ما بين الأنروة وما بين الأنجي أوز وكذا وإلى ويري هذولا الثلاث جهات اللي بتشغل الناس والجزء الآخر بشتغل في إسرائيل والجزء الرابع بشتغل بره والجزء الرابع بشتغل بره اللي بشتغل في إسرائيل بيدخل عليك حوالي تقريبا 850 مليون دولار سنويا من العمل في إسرائيل وبيجينا من التحويلات من خارج حوالي مليار ومئتين مليون دولار من أبنائنا في الخليج وكذا وإلى أمريكا والاقتصاد الفلسطيني بيولد جمع الضرائب سواء كان ضرائب الدخل أو غيره بتجنيها أنت عمليا زائد المقاصة اللي بتيجي بسبب الاستيراد من إسرائيل هاي المصاري اللي بيجوا للشعب الفلسطيني المهم هو أن يكون هناك برامج استثمارية المشكلة الأكبر أنه بسبب انسداد الأفق السياسي هلأ مش هلأ نربط الاقتصاد بالسياسي بسبب انسداد الأفق السياسي لم يأتي إلى الأراضي الفلسطينية مستثمرين جدد وإحنا بنقول لإخواننا المستثمرين اللي بيشوفوا برنامجك مظبوط أنه وضعنا صعب وتحت الاحتلال ولكن فيه ناس استثمرت وبتربح فيه إمكانية أنه المستثمر يجي ويعمل مصاري رغم صعوبة الحال وصعوبة الموقف الأمريكاني نرجع على سؤالك الأول يريد أن يخلق أربع مسارات غير مترابطة مسار أمني مسار اقتصادي مسار سياسي مسار إقليمي إحنا بنقول المسارات كلها متداخلي لأنه الاقتصاد مشكلته السياسي والأمن مشكلته أنه بندفع أمن من نكبض السياسي والإقليم لا يطبع إلا عندما ينتهي الاحتلال وبالتالي كل هذه مترابطة بعضها ببعض هون بيجي الاقتصاد في خدمة السياسي بحيث أنه إحنا بندور كيف نساعد أهلنا في الأراضي الفلسطينية ولكن بما يخدم مشروعنا السياسي الأكبر لأنه هاي البلد التي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام الذي قال ليس بالخبز وحده يا حيال إنسان إذن ليس بالخبز وحده يا حيال إنسان شو معنات هذا الكلام؟ إحنا بندور على حرية وكرامة وعزة نفس ونعيش في دولة مستقلة ذات سيادي ونخلص من هذا الكابوس اللي اسمه الاحتلال بهذا نختتم هذا اللقاء كل الشكر إليك دكتور محمد اشتيك ومكما معنا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين اللقاء في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة